مع رأي ضيوفنا ماجد جميل أنك فتحت هذا الموضوع يا بدر حكاية الفئة العمرية مش منطقية في كثير من الأندية وتحدي الأندية الكبيرة لأنك أنت محتاج تخلط بين لاعب دخل ما بعد الخمسة وعشرين ما امتلك شيء كبير من الخبرة ولاعب حتى فوق الثلاثين امتلك كل الخبرة ولاعبين جدد يبغلون يثبتون أنفسهم بس مثال الهلال الأعمار عنده ارتفع ارتفع ايه الهلال الأعمار ارتفع صحيح هو أكثر نادي محتاج يجيب أعمار صغيرة الآن احسن إذا أراد أن يستمر في المنافسة بالضبط يعني بعد خمس سنوات بالضبط ما رح تلاقي سلمان ممكن ما تلاقي سالم طبيعي ممكن ما تلاقي ياسر الشهران عبد الله المعلوف صحيح كنو جحفلي هنا يصير عندك التفريغ إذن أنت تجهس تقاعد تجهس جيب يعني الهلال قاعد تعاقد فيه أكثر من خانة بأعمار يعني فهمنا الآن ليش سعود عبد الحميد قاتلوا عليه صحيح 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 جدا رغم أن عمره صغير صحيح جدا لكن لما نجي تكلم عن أنت لما نظرك بالإحلال إحلال أخبرنا نقول نسمي عميد إحلال هو إحلال وبناء في نفس الوقت لكن في الأهم من هذا كل المسألة مش لعبين يا أبو بدر المسألة في إدارة عامة في الأندية أنا يمكن دائما أضرب هنا وفي كل مكان مثال بالجدار الاستقرار في الأندية إذا أخذنا الأندية البطلاتي الهلال والتعاون والفيصلي لكن لما تجي عند الهلال لما يتغير الرئيس ما يأخذ عفش البيت كامل يرمي ويجب لك عفش جديد لا الموجودين وفيهم الكفاءة يبقون فهذا المفرج قائد استراتيجية كرة القدم في الهلال مع خمس رؤساء أعتقد لما تخوني ذاكرة مع خمس رؤساء عمل لو في الأندية الثانية يجي الرئيس على طول أول واحد تغير سرواح تجايب ربعة أول واحد يتغير على سبيل المثال فهذا المفرج وهذا عشان كذا الهلال استقر آفت الأندية السعودية كلها الاستقرار أنمار الحالي أول سنستلم نتذكر الإساءة الشخصية لشخصه وهو في وضع كان مثل ما يتعرض تقريبا أو بدرجة أقل استدماج الفعل استقر الاتحاد مش على الفريق الأول فقط استقر الفريق الأول في الفئات السنية مدير الفئات السنية نعم مدير الفئات السنية فيه شغل ترى حتى في الفئات السنية في الاتحاد ترى فيه شغل كبير جدا كبير جدا ما فيه عشوائية ما فيه هذا نتيجة إيش نتيجة استقرار ضربت لك مثال بالأهلي سابقني وبدرج لما يستقر في الأهلي لما يستقر رئيس ومدرب لمدة سنتين الأهلي يتحسن حاله ينفجر الأهلي لكن إذا كل ستة أشهر رئيس نادي إذا كل ستة أشهر مدرب الأهلي يا مقدر لأن الجمهور الأهلي مقدر يتحمل صحيح المشهد الحالي الأهلي ما يقدر يعيشكم بارس صحيح أحسنت لكن برشلونة الآن ما علي الأهلي يقول لك أنا أشدخلي ببرشلونة لا 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 أي نادي يمر بضرب والأهلي في الأربع سنوات الأخيرة مر بضرب بيده و بغير يده في نفس الله رغم أن الأهلي الآن يمول أكثر من أيام الدعمين تقريبا صحيح صحيح كتمويل مالي بدعم للدولة الأهلي يجي الدولة لتعطي الأهلي الآن مال أكثر مما كان يقدم مع الدعمين بكل الأندية بنفس الدعم صحيح أتفق معك تماما لا أنا أخذ حالة الأهلي للأهلي من جمهور الأهلي إنه الدعمين لما راحوا النادي سقط لا راحوا الداعمين عوضت أنت بمبالغ أكبر لكن إدارتها شكرا إدارتها هي المشكلة إدارة المال في الأهلي هي المشكلة عشان كذا طيب يمكن طالب الآن في تغييرات يا سلام يا سلام إذا تكلمنا عن أهلي دائما تتكلم عن استقرار 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 في كل الأندية الأندية دائما تستقر ما في خوف عليها اللي قاعد يسوي له هلال هلال يمكن قلناها من زمان يعني للمحبة أو الكاره إذا جاي بغير ينصف يقول الهلال أكثر نادي مستقر على مستوى الإدارة العميقة في الهلال فيه الهلال ما يطيح ما يطيح بسبب ولا الرئيس الفلان يخرج ولا في ناس بره قاعدين يحاربوا لا يعرفوا كيف يهدوا الأوضاع من الداخل من هذا القبيل نتمنى كل الأندية لأن مصلحة صحة رياضية عامة كل الأندية تنتهج نهج الاستقرار الصبر ثم الصبر ثم الصبر